السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول تعليق من المستشار مرتضى منصور على حكم محكمة النقد في أول رد فعل من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رفض طعنه في قضية حبسه شهر بتهمة سب وقصف الخطيب حيث رفضت محكمة النقد طعن مرتضى منصور وتم تأييد الحكم بصورة نائية في انتظار جديد أي إجراء قانوني سوف يحدث وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب المستشار مرتضى منصور قائلا أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى لا تقلقوا علي الإسود لا تخشى الموت وأيضا لا تخاف من السجن الخطة كانت إسقاط في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي أربع سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة السجني هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء الحمد لله عرفت وصدقت يا شعب مصر يا جماهير الزمالك كان لازم اختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي تمن ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ظهري يا جماهير الزمالك يلي اتفقتوا معايا واختلفتم أو أفوا وراء فرقكم ودعموه إن شاء الله سينتصر عرفتو كان لازم أختفي من المشهد ويا أعضاء الجماعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصة الأطفال أحباي بشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء حسبنا الله ونعم الوكيل